نادي الزمالك استقر على تجديد عقد محمود علاء وأيضا أحمد عيد بعد عود الفريق من البطولة العربية الاتنين عودهم هتخلص نهاية الموسم اللي جاي دوت الموسم الجديد وعشان كده عايزين يخلصوا معاهم بدري بدري قبل ما يوصلوا اليناير ويبقى من حقهم لهم ما يمضوا لأي نادي كمان مصدر في نادي الزمالك قال لنا أنه سوريو الموديل فني للفريق رفض فكرة الإطاحة بمحمد الصبح من حراسة مرمى الفريق في البطولة العربية وهو مصمم أنه هيلعب أساسي على حساب محمد عوات في البطولة يعني مستوى في الفترة الأخيرة لمحمد صحيح مش أفضل شيء بس الراجل مقتنع به ويصر عليه أيضا كمان نادي الزمالك قرر أن يوقع عقد جديد مع أحمد نادر السيد وهيتم توصيكه بعد فتح باب الكيد وإنهاء أزمة الكيد الفترة اللي جاية إن شاء الله حارس واعد جدا ومميز جدا إن شاء الله الزمالك يستفيد منه الزمالك على طريقة النادي الأهلي مع برونو سافيو الزمالك بيحاول إعادة سامسون أكينالا إلى نادي كراكاس الفينزويلي مقابل ما يقرب من خمسمائة ألف دولار وهي القيمة المتبقية من قيمة الصفقة للنادي الفينزويلي محش يعني سامسون وبرونو دولة اتنين دولة تحديدا السنة فاتت جننوني جون في إيه ومشوا في إيه وعملوا إيه وفادوا إيه ما فاتعرفش بقى بس ماشي تعدي يعني زي صفقات كتيرة جدت ومكيتش سليمات ترجمة نانسي قنقر